عزيزي المشاهد مساء الخير وأهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج علامات الأزمنة برنامجنا اللي فيه بنتناول بالشرح عدد من الآيات وعدد من النصوص وعدد من الرموز الواردة في سفر رؤية يوحن اللهودي نحاول في برنامجنا أن نفتح السفر المختوم نحاول أن نشرح المكتوم والغير معلن في هذا السفر يسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكريم نيافة الأنبى مكسيموس أهلا وسهلا بوجود نيافك أهلا بيك جناب الأسيس وأهلا بكل الذين يتابعون معنا فهم علامات الأزمنة النهاردة هنقرأ جزء من سفر الرؤية أصحاح 19 وبدءا من عدد 11 بدعوك عزيز المشاهد علشان تكون بتتابع معنا تكون بتفتح كتابك المقدس أو بتفتح الكتاب المقدس على الموبايل من الآية 11 سفر الرؤية أصحاح 19 وهأره لغاية آخر هذا الإصحاح ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين فزا أبيض ونقيا ومن فمه يخرج سيف ماضن لكي يضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس مع سرة خمر صخت وغضب الله القادر على كل شيء وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم خائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلما اكتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم قيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المنتقدة بالكبري والبقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه وجميع الطيور شبعت من الحوم يعني واضح أنه بدءا من الآية 11 أنه بيتكلم عن سماء مفتوحة وفيه فرس أبيض بيتصف بصفات إيجابية أنه أمين وصادق وعادل ويحكم بالعدل يا ترى من هو المقصود بهذا الفرس الأبيض هو أجاب على السؤال من هو المقصود لأنه قال أنه مكتوب على فخده كلمة الله فهو إذن يتكلم عن المسيح له المجد ولما يقول بقى أنه السماء مفتوحة وخرج منها راكب الفرس الأبيض اللي هو كلمة الله يبقى إحنا بنتكلم مباشرة عن مجيء المسيح الثاني من سماء السماوات وفكرة بقى الفرس الأبيض هنا هو الرمز أنه الفرس كان أداة الحرب والانتصار ومن ثم فهو آت من سماء السماوات لكي يحارب التنين والملوك الذين اشتركوا معه في قتال محاربة الكريسة فتبقى الجزء الأولاني من الكلام واضح بقى أنه يتحدث عن ظهور المسيح الثاني وأن ظهور المسيح الثاني هو لكي يحارب الوحش يعني نرجع بقى لتعليم العهد الجديد الفقرة اللي قبل كده قبل ما روح لتعليم العهد الجديد الفقرة اللي قبل كده بتقول بتتكلم عن انتصار الكنيسة وده معناه أنه المسيح لن يأتي إلى الكنيسة إلا إلى كنيسة غالبة ومنتصرة لن يأتي إلى كنيسة مهزومة ومغلوبة لا هو جاي يأخذ عروس عروس يعني كنيسة غالبة ومنتصرة وده معناه أن الكنيسة ستجوز المواجهة يعني يعينها ويشددها ويؤذرها الروح القدس وعمل المسيح وأيضا القوات السمائية تشاركها المعركة ولكن الكنيسة هي اللي بتجوز المعركة مع الوحش لما الكنيسة تصمد يبقى هنا سيأتي المسيح ليكمل مش بقى النصرة هي النصرة حسد ولكن لكي يبيد الشرير بنفخة فمه وظهور ملكوته فنروح بقى للتعليم التعليم اللي ذكرته الآن من تسالونيك التارية اتنية أنه هو الذي سيبيد المسيح سهور المسيح هو الذي سيبيد الشرير بنفخة فمه وظهور ملكوته يبقى الكنيسة كانت قادرة على أن تغلبه ولكنها ليس من قدرتها أنها تبيده اللي هو عبر عنها في هذا الإصحاح أنه قبض عليه وبعد كده حيقول لك ألقيها في بحيرة النار والكبريت الذي هو الموت الثاني فالكنيسة أخرها أنها تغلب وتصمد ولكن ليست هي القادرة على أن تبيده لا ومن ثم بقى فحينما تغلب الكنيسة وده اللي شفناه في الجزء اللي فات من الإصحاح يأتي المسيح بقى للخلاص للذين ينتظرونه ومتى رأيتم هذه كلها اللي هي أنه بيطاعتكم وبيقاومكم الشرير وكل أشكال الطاعت فارفعوا رؤوسكم لأن ناجاتكم تقترب لما نقرأ الكلام ده من غير الفاهم اللي إحنا بنتراحه دلوقتي يعني إيه إبقى أنت بتقول لي لما تطبل فوق رأسك ارفع رأسك أيوا يا سيدي ارفع رأسك لأن ناجاتكم تقترب لأن معنى أن الشرير جاب آخر ما عنده من الظلم والافترع الكنيسة وأن الكليسة صامدة وغالبة وبتقومه هذا معناه أنه يؤهلها لاستقبال مجيء المسيح من السموات اللي سيبيده بنفخة فامه وظهور ملكوته وبتعبير صفر الرؤية اللي أردنا الوقتي اللي سيقبض عليه وتكون دينونة هذا الوحش ونهايته طيب هنا بيتكلم عن حرب يعني هذا الفرس اللي له هذه الصفات الإيجابية بيتكلم عن أنه سيحارب وهنا هنروح للجزئية التانية أنه هو فعلا جاي وحارب الوحش الجزئية التانية هي أنه سيفه خارج من فمه اللي هو بقى إيه وله سيف خارج من فمه اللي قالها في بداية صفر الرؤية فالسيف الذي سيحارب به خارج من فمه طبعا في عالم الحقيقة والواقع السيف محدش بيبسك السيف بفمه ولكن يمسكون السيوف ويمسكون بها بأيديهم فإذن السيف اللي خارج من فمه ده بيرمز لإيه بيرمز إلى كلمة الله الخارج من فمه وده بيشرحه في العدد اللي بعديه بقى أنه هو سيحاربهم بسيف فمه بالكلمة الخارج من فمه لأن أصل المعركة مش مع لحم ودم معركة مع قوات الظلمة فالشرير يحارب بالشر وبالخطية وبالضلال وبهذه الأشياء بيقيد الناس أيه السلاح الذي سيحارب الخطية ويحارب الضلال النور جاي منين بقى النور من الكلمة الكلمة اللي بتكشف الحق فبتبط للضلال بتاعه والكلمة اللي بتحكم عليه وبتقضي عليه بسلطان الكلمة يعني إيه؟ يعني ناخد نموذج كان عليم الساحر بيقاوم إقناع بولوس الرسول للوالي سيرجيوس بولوس فبولوس عمل إيه؟ آه بالكلمة اللي فيها السلطان قال له وذا يد الرب تكون عليك فلا تبصر الشمس إلى حين ومن ثم آه 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 التخبط بالعامة فكفة عن التضليل اللي بيعمله وفي لوقت نفسه سيرجيوس بولوس شاف ان ده بيضل وان هذا هو سلطان الله في حركة واحدة ان بولوس قال له بكلمة الامر آه وده يد الرب تكون عليك ومن ثم فالكلمة الخارجة من كلمة الله اللي هتخرج من أفواه المؤمنين اللي هو ساكن فيهم هتنور وتكشف الظلمة وهتديد الضلال وأيضا ستنطق بالحكم والدينونة على الوحش فالحرب هنا هي حرب روحية لأن محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية في السماوات مع ولاة العالم على ظلمة هذا الضهر وأسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصول فإذا الحرب حرب روحية ولما الروح الشرير اللي بيقود الملوك إلى الشر يقع بالسلطان الروحي كما أسلفت تسقط من وراءه القوى البشرية التابعة له هنا في جزء بيقول أنه له اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو هنا إيه السر في أن الاسم ده يفضل غير معلن؟ لأن المسيح له المجد قال بالطريقة محددة العبارة ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا الإبن إلا الآب فمحدش يعرف من هو الإبن إلا الآب ومحدش بيعرف من هو الآب إلا الإبن ولكن الإضافة بقى اللي هو أضافة ومن أراد الإبن أن يعلن له وهو ده بقى السبب أنه الذين لم يختاروا طاعة الحق ما عندهمش إعلان عن الإبن لا يقدر أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس فهذه المعرفة هي عطية وامتياز ممنوع بالروح القدس للذين يطلبون معرفة الحق فهو بقى عودا إلى البداية ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا الإبن إلا الآب ومن أراد الإبن أن يعلن له طب هنا كمان بيتكلم عن خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا دول مين اللي هم هيتبعوا المسيح طبعا ما فيش خيل من حال أصله لكن الخيل فكرة رمزية دول مين يبقى دول مين يبقى دول مين يبقى دول مين يبقى دول باكورة الكنيسة الغالبين وكمان بيتكلم عن وليمة عشاء الإله العظيم إيه بقى المنصود بالعشاء ده؟ طبعا هذه صورة حسية بيها استعارة يعني بتجسد حالة الانتصار في الحرب بيبقى شكلها إيه؟ فالانتصار في الحرب في ذلك الزمان معناه أنه الذين كالفرسان الذين كانوا يحاربون هم والخيول اللي كانوا رجبنا سقطوا في المعركة قتلة ومن ثم فصارت ساحة المعركة مملوئة من جثث المقتولين اللي هم المهزومين في المعركة وعليه بقيت الصورة بقى في ذلك الزمان أنه هناك جثث كثيرة فبينادي على الطيور الجارحة عشان تأكل جثث القتلة المعنى هو أنه صاروا جميعهم قتلة أي مهزومين في هذه المعركة الروحية لكن العشاء هنا رمزي بس مجرد أنه رمز للانتصار آه طبعا عشاء رمزي لأنه بيجسد صورة القتال والهزيمة في ذلك الزمان بيبقى شكلها إيه؟ طيب مين بقى هنا المقصود بالوحش وملوك الأرض وأجندهم اللي اجتمعوا علشان يصنعوا حرب مع الجالس على الفرس ومع جنديه هل دول أشخاص هل دول حسن يعني عملوا كده في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؟ أحنا لما هنرجع تاني للوحش في رؤية 13 هنلاقيه جسده في صورتين صورة الأسيم ابن الهلاك اللي هو النبي الكذاب والصورة الأخرى هي النظام العالمي اللي بيقوده آه لوسيفر اللي متجند ضد المسيح وضد وسيط الإنجي يعني ده بيتطبق حاليا بصورة واضحة آه خلينا نقول في بلدنا هنا في أمريكا في آه إن أن لوسيفر هو الذي يقود هؤلاء الساسة وهؤلاء الرؤساء وهؤلاء القادة في معركة آه 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 الخطيئة ومعركة مقاومة الإنجيل يعني قد ميسابة أصغير عشان المكترشي في الكلام بس المتابع يبقى عارف يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله آه آه نمرت واحد من آه من حوالي ست سنين في أيام أوباما يعني قبل ما ييجي ترامب المحكمة الدستورية العرية آه قننت جواز المثليين فبقاش اسمه الشذوذ بطل يقوله كلمة الشذوذ الجنسي وبقى اسمه المثلية الجنسية وصار هذا مقنن بحكم المحكمة الدستورية العليا وصار على قول المحكمة الدستورية العليا آه بعض الكنائس هنا في أمريكا وصار على آه ما فعلته أمريكا عدة بلاد في الغرب هم يبشرون بالمثلية وحينما آه اعترضت وزيرة في الاتحاد الأوروبي في بلد من البلاد مش فاكر فين على آه المثلية وجابة الإنجيل فقدت وظيفته وهذا آه قليل من كثير الجديد بقى دلوقتي ايه؟ الجديد دلوقتي انهم بيروحوا للأطفال الصغيرين أربع سنين ويقولوا للطفل مثلا أنت حاسس أنك تحب تبقى ولد ولا تحب تبقى بنت وإحنا مش هنقول لحد وإنت ما تقولش حد وإحنا هنساعدك فحيل عنده أربع سنين لأي سبب هيقول لك آه عايزة بقى بنت أو بنت تقول لك آه عايزة بقى ولد ويساعده ده اسم الحرية بقى هؤلاء الأطفال من وراء أهليهم على نفقة الدولة لإجراء عمليات التحول الجنسي طبعا هذا هذه عينات سافرة وقليل من كثير لكيف يقاومون كلمة الله ويقاومون الإيمان بالمسيح يعني ناس من أولادي في الجامعة كانوا جابوا لهم راهب بوزي عشان يديهم ثقافة روحية ولا يسمحون لخادم أو كان كاثوليكي مسيحي بأي شك هو لأم الدور أن عرضه الشباب بيخش الجامعة عنده زرة إيمان بيخرج ملحد كل ده أعمال تطبيقية لمقاومة اسم المسيح حتى أنه يعني معظم الشباب الصغير خلاص صار مؤمنا بهذه المبادئ وصار ملحدا إلى آخر الكلام هذا قليل من كثير بيقول إزاي هم مش بيتطيضوا بالكلام ولا بيتطيضوا بالطريقة بتاعة الزمان اللي بتثبت الإيمان أكتر حتقول أنا أنا بنكر المسيح ولا أتلك زي عصر شهداء خلاص ما الطريقة دي تسببت في تثبيت الإيمان لا أما أما بينخروا بالتشكيك وبالتضليل والنمزج اللي شرحتها وغيرها فهذا هو ما يقوم به قادة العالم الذين يقودهم لوسيفر طيب الوقت الكنيسة عبارة عن إيه وجيش الغالبين دول عبارة عن إيه عبارة عن نفس لا حول لهم ولا قوة زي وزيك لا يملكون سوى كلمة الله والمطلوب إنه هؤلاء بكلمة الله وبسلطان روح قدس يحربوا اللي عندهم إمكانيات السلطة والسيطرة والمال والجيوش والدبابات طب عن حاربهم إزاي زي ما قلنا من شوية إنه نحن عن حارب اللوسيفر نفسه فيهم ومن ثم حينما هو يسقط هم يسقطون اتباعا له طب ويسقطوا ليه لأنهم بيقوموا كلمة الله المتجسد وكلمة الله الحق وبينفزوا مشورة إبليس فهم يسقطوا وإبليس يطبط عليه بالنسبة للقضايا تحول الجنس في أمريكا يعني غرضها إيه غرضها تحقيق مشيئة الشيطان ضد مشيئة الله لأنه الدخول في الدايرة دي معناه الخروج النهائي من طاعة الوصية خلاص يعني العلامة الدامغة أو العهد المقطوع لأنه باع قضية المسيح والإنجيل واختار مشورة الشيطان خلينا أقول لك حاجة قبل كده بس يمكن ما قلتها شمعان في مرة مرات شفت فيديو على التلفزيون هنا الأمريكي واحد واقف يتكلم وعمال يقول تعالوا شوفوا الفرق بين الله بتاعكم وبين لوسيفر بتاعنا الله بتاعكم عشان آدم كال تفاحة واحدة خارب الدنيا وحصل كل اللي بيقول لكم عليه وتعال شوف الاسفر مستعد دي كل اللي نفسك فيه هو ده المنهج والمنطق اللي بياخدعه وقول الناس واضح هنا من نهاية الأصحاح أن المشهد الختامي هو مشهد انتصار يعني في الآية الأخيرة كده بيقول والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه وجميع الطيور شبعت من لحومهم بالضبط كده عشان كده الاسفر تسعتاشر ده مهم قوي في فهم ما قبل وما بعد لأنه حينقل تفكيرنا من الشروحات اليهودية اللي راحت لأنه ربنا حينتقم من ناس وهيكسرهم عشان أنهم خطاء إلى أن الكنيسة هي اللي هتجوز الحرب وأن مش المسيح هيجي يهربها من الحرب لا ده حينما تصل إلى زروة الانتصار والمواجهة سيأتي يتدخل لدينونة الشرير وإبادته فهيبقى مهمة أول نبقى مفهوم أن اللي هيحارب هو الكليسة ولكن اللي هيبيده هو ظهور المسيح ودول حاجتين بيكملوا بعض عشان يكملوا مشهد الانتصار الأخير كده عزيز المشاهد بنوصل لنهاية حلقتنا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم نيافة الأنبى مكسيموت شكرا جزيلا لوجود نيافة أنا أشكر الجنب الأسيس وأنت الذي تقود حوارنا الشيق هذا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا أشكرك عزيز المشاهد لمتابعتك لحلقتنا وإذا كان هذا الحوار أثار لديك أي تساؤلات أو أي تسكترات عنواننا بتظهر قدامك على الشاشة يسعدنا أن نكون دائما على تواصل وإلى أن نلتقي في حلقة بله تتركك في رعاية الله وبركاتك